بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتكلم على الجزء الأخير في مقياس الرسم اللي هو الجزء الخامس وده يختص بالجزء بنسميه الدياجون الاسكيل او مقياس الرسم الشبك الدياجون الاسكيل عشان أصممه لازم أمر بخمس مراحل هما دول هيدول نمرة واحد بنجيب الار اف زي ما اتفقنا وبعدين بجيب اللينس الامل وبعدين بجيب الال او اس بعد كده ببتدي أجزأ او أقسم الجزء اللي على يسار مقياس الرسم اللي احنا بنسميه الصب سكيل يبقى اول حاجة بوجد الار اف الامل الال او اس ومن ننساش ان الال او اس وبيوال عن الار اف في الامل بعد كده برسم مقياس الرسم وبعدين ببتدي أقسم مقياس الرسم سواء يمين او شمال وهنشوف الكلام ده بمثال عددي يعني لو وجدنا هنا مقياس الرسم ده مقياس الرسم ده واحد الى مية الار اف بتاعه واحد الجزء من الزير ولغاية الثلاثة ده بنسميه المين يونتس او المين سكيل الجزء اللي على اليسار ده بنسميه السب سكيل او السب يونت وده السب سب يونتس بقسم افقي ورأسي فلو جينا على المين سكيل دوت ده واحد طيب 0.09 لو كنت وصلت لغاية فوق هنا كان 0.1 فاخدت 0.1 دي وقسمت الى قسم يعني المفروض فيه مقياس رسم الدايجونال كده واصل لغاية تحت وهكذا كويس طيب اما جيت وصلت الدايجونال دوت انا قسمت دي الى 10 اقسام والرأس الى 10 اقسام يبقى كان المسافة دي واحد على 10 عملت تشابه مسلسات بين المسلس الصغير اللي هو لغاية هنا ده ارتفاعه يساوي ده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 على القاعدة الكبيرة دي اللي هي 10 يبقى كان دي 9 على 10 اللي هي 9 من 10 اللي هي O.9 طيب ناخد مثالتين بيقول لي ارسم مقياس رسم الار F بتاعه 3 الى 100 كويس مقياس الرسم ده هيرى لأمطار وديسيمتر وصنتيمتر مقياس الرسم ده طوله يساوي 5 هو ما اقول طيب الار F تساوي 3 على 100 الماكس مام لينس 5 متر يعني 5 بارت يبقى هاخد الطول ده هحسبه اللينس of skill 3 على 100 في 5 اللي هي 5 متر عشان هحاول من متر لسنتي اضرب في 100 بقيت 15 سنتي يبقى انا خدت مسافة كده قيمتها 15 سنتي السمت المسافة دي الى كم قسم السمت المسافة دي الى خمس اجزاء احنا اتفقنا خمس بارت اي ادي من زيرو الاربعة ده من بارت ادي واحد اتنين تلاتة اربعة وده الخامس الخامس ده السمت كم قسم ادي واحد اتنين تلاتة اربعة لغاية عشرة لنا وطلعت طيب هو عايز يزور مسافة قيمتها قد ايه 6 متر 69 يبقى من هنا لغاية هنا 3 متر مش هو عايز 3 متر 69 من هنا لغاية هنا 3 69 يبقى همشي كده 6 لغاية هنا 6 واخد التسعة من عشرة دي مش هوصل للفوق هاخد التسعة من عشرة دي بس يبقى دي 3 متر 69 من خياس رسمي تاني بس المرة دي الدهلي بالتربيع اداني المساحة 144 سنتيمتر مربع على اللوح هذه المساحة تقابل في الطبيعة 36 كم مربع فاخدنا 144 على 36 ده بالمتر بكيلو متر ضربتها في 1000 عشان احولها الى متر وضربت ال 1000 في 100 عشان احول الى سنتيمتر سنتيمتر مربع ده يديني 1 الى 50 ألف ده معناها الـ RF بتاعي 1 الى 50 ألف الماكسيمم لينز هو هنا بيقول لي لغاية 10 كيلو متر حاجة ياخد الـ RF بتاعي 1 على 50 ألف أضرب فيه 10 بس العشرة دي كيلو متر أضربها في 1000 عشان أحولها الى متر أضرب في 100 عشان أحولها الى سنتيمتر سنتيمتر طبعا دول كم سفر دول كده 5 تصفار 4 تصفار أسف اللي هما الأربعة دول على الخمسة فيها الواحد ودي على الخمسة فيها الـ 2 تبقى 20 يبقى إنها 1 على 20 يبقى إني هاخد هنا 20 سنتيم يبقى لماكسيمم لينز هنا كم 20 سنتيم هقسمه كم قسم 10 أقسام يبقى كل قسم من دول 2 سنتيم يبقى هاخد من هنا من 0 الى 9 وهاخد النحية دي كده الـ 2 سنتيم برضه اللي أنا هارجع أقسم واضح خلصنا كده من مقياس الرسم الشبكي